أهلا بكم أحباء الكرام لازلنا ضمن سلسلة دراسة النص القرآني باعتباره كتاب الفصول والقراءات مرتبط ارتباطا قويا بالكتب المقدسة الإبراهيمية إن هذا لا في صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى كما جاء في سورة الأعلى فصحف موسى هي الأصفار الخمسة تكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية وكما بينا في الحلقات السابقة تقس البقرة الحمراء بار أدومة الذي جاء في صفر العدد إصحاح 19 وصفر التثنية الإصحاح 21 وفي مقابل نجدها في صورة البقرة الآية 67 إلى الآية 73 فإن تقس البقرة الحمراء من أصعب مقاطع التوراة تفسيرا حتى سليمان الحكيم كما رأينا لم يفهم منطق حرق البقرة الحمراء من أجل تطهير النجاسة ولندرتها فقد قدمت فقط 9 بقرات حمراء من عصر موسى إلى هدم الهيكل الثاني سنة 70 بينادية بينما قدمت الكثير والكثير من الدبائر الأخرى من كباش وتيوس وعجول منذ سنين التيه ومجيء الشريعة إلى هدم هيكل هيرودوس وهذا التقليد أي تقليد الدبائح الحيوانية استمر مع الإسلام إلى يومنا هذا أيام عيد الأضحى كتقليد يعود لزمن إبراهيم الخاليل وقصة تقديم ابنه البكر سواء كان الأمر مع إسماعيل كما يعتقد في الإسلام أو مع إسحاق كما يعتقد عند اليهود والمسيحيين ومهما يكن فهذه القصة تقدم لنا مفتاح لغز تحويل تقديمة القرابين البشرية إلى القرابين الحيوانية حيث ورد في الصافات الآية 101 و 102 فبشرناه أي بين قوسين إبراهيم بغلام حليم فلما بلغ معه السعية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فمعظم علماء الإسلام يقولون أن الغلام هو ابنه البكر إسماعيل وليس إسحاق لقد استسلم الغلام والأب لأمر الرؤية وكاد أن يدبحه لو لا النداء الذي أتاه من السماء كما تفيد القصة فجاء الفداء بصيغة المبالغة وفديناه بدبح عظيم ونظرا لهذه الصيغة دبح عظيم التي تتير لانتباه لأن كلمة عظيم يمكن أن تأتي كصفة للجلالة كما جاء في صفر المزامير الإصحاح 48 العدد الأول عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا جبل قدسه وكذلك في المزمور 145 العدد 3 عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء لذا حاول بعض علماء الإسلام تأويل كلمة عظيم على لسان مثلا ابن عباس في تفسير ابن كتير قوله كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا بينما التورا في صفر التكوين الإصحاح 22 تفيد أن الدبيع هو إصحاق وذلك في العدد الثاني فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إصحاق واذهب إلى أرض المرية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك وإصحاق هو ابن البشارة جاءت ولادته بمعجزة لأن أمه سارة كانت عاقرا وهي زوجة إبراهيم الأولى وسيدة هاجر أم إسماعيل وكان هو الابن المفضل لأنه الأصغر ومن دريته جاءت النبوات لبني إسرائيل ويحسم القرآن هذا الجدل في صورة هود ويكشف عن غلام البشارة في الآية 71 بالقول وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإصحاق ومن وراء إصحاق يعقوبة لقد كان تحويل الدبيح من قربان بشري لقربان حيواني قفزة لصالح الإنسانية لأن الديانات القديمة كانت تفرض تقديمة دبائح بشرية كما هو موجود عند الفنيقيين والكنعانيين في تقس تقديمة الأطفال للإله مولوخ أو مولوك الذي جاء ذكره في صفر اللاويين الإصحاح 18 العدد 21 أو ملكوم كما جاء في صفر الملوك الأول الإصحاح 11 والعدد 5 وقد عبد بعض اليهود هذا الإله كما يفيد صفر الملوك الثاني الإصحاح 23 العدد 10 وغيرها من الشواهد ومولوخ هذا كان على هيئة إنسان برأس طور أو بقرة وعملية حرق الأطفال هذه من أجل البركة والتقرب إلى هذا الإله فكما رأينا في الحلقة في الحلقة الماضية فإن حرق البقرة الحمراء هو إعادة تمتيل لتدمير الإله حتحور أو الإله حتحور عفوا وربما إعادة تمتيل لتدمير الإله مولوخ فاختيار البقرة ليس اختيارا عبتيا في طقس البقرة الحمراء بار أدومة بل إن البقرة في الأديان القديمة كانت مقدسة لها رمزية الخصوبة والعطاء فيقول العلامة جيفان جي مودي في كتابه الاحتفالات الدينية وعادات البارسيين الهندوس يعتبرون رماد روت البقرة مادة مطهرة وإذا مات شخص في منزل أو معبد يطهر المكان بخلط خمس عناصر من منتجات البقر وهي الروت والحليب والسمن والقشدة والبول وتسمى البقرة عند الهندوس بأم الحياة وقداستها من قداست أمها الأولى الإلهة كامد هينو فكما سبقت الإشارة في الحلقة 126 فإن اللون الأحمر يرمز إلى الدم والطهارة من الخطيئة ويقول العالم الأنتروبولوجي جيمس جورج فريزر في كتابه الغصن الدهبي كانت الديانات القديمة للشرق الأوسط والقدماء المصريين في أواخر العصر البرونزي ما بين القرن 16 والقرن 12 قبل الميلاد تقدم دبائح لآلهتها من مواشدات اللون الأحمر وكذلك تقدم قرابين بشرية من دوي الشعر الأحمر من الأعداء بحرقهم كقرابين للآلهة ودر رمادها على الحاضرين إذن كما لاحظنا في التقافات القديمة أثرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الطقوس والعبادات في الديانات الإبراهيمية فكما كانت الأطفال تقدم قرابين على محرقة الإله الكنعان مولخ كذلك تقدم إبراهيم بابنه وحده الذي يحبه ليضعه ذبيحة تحرق قربانا لإلهه يهوى لأن الله هو الذي طلب منه هذا ومن الطبيعي أن أصعب الأمور هي أن يقدم المرأة فلدى تكابده لإلهه لأنه بحسب عقيدته فهذا القربان هو للإله الذي منحه إياه وبإرجاعه له كقربان يطيع إرادة الله الذي يعبده فبتحويل هذه القرابين البشرية على يد الله من خلال إبراهيم الخليل إلى قرابين حيوانية يمكن القول أنها مبادرة رائعة في حق الإنسانية وبعد ذلك أبطل السيد المسيح هذه القرابين الحيوانية باعتباره القربان الإله الكامل الذي بلا عيب كالبقر الحمراء لتطهير من يؤمن به من الخطية وينال الحياة الأبدية بحسب العقيدة المسيحية ورغم أن القرآن لا يدعو لتقديم الدبائح الحيوانية كقرابين لله صراحة في قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها إلى آخره صورة الحج الآية 37 ولكن جعل تقديم الدبائح البدن كشعائر لله من أجل أكلها وإطعام القانعة والمعترة كما جاء في الآية التي قبلها وبقيت ملايين رؤوس الماشية تدبح كتقس تعبد يوم العيد الأضحى حتى أصبحت مخلفات هذه الأضاحة كارتة بيئية تشمائز منها العقول النيرة ونتمنى أن تزول هذه العادة بالتدريج وتبقى رمزية فقط كما هو الحال عند اليهود نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر